السلام عليكم اعزائي الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة دري حمال الشروحات دري تيكنو موضوعنا لنهار اليوم كيف تقوم بصناعة صورة مصغرة بسيطة جدا باستعمال برنامج بانت هذا الموضوع يخص اي شخص عنده الحاسوب ولا يستعمل برنامج الفوتوشوب لا يستعمل برنامج الفوتوشوب او لا يجيده يمكنك استخدام فقط برنامج بانت لصناعة صورة مصغرة ل cash تكون بسيطة واحترافية في نفس الوقت اول شي قبل الدخول الى برنامج بانت يجب عليك جلب الصورة التي تريد وضعها على صورة مصغرة الخاصة بك يجب عليك جلب الصورة التي تريد وضعها على الصورة المصغرة الخاصة وأي خلفية أي خلفية يعني أي خلفية تقوم بالضغط عليها على سبيل المثال نقوم باختيار هذه الصورة تقوم بالضغط عليها وتقوم بالذهب إلى هنا إما تقوم بالتوجه إلى هنا أو مباشرة تقوم بالضغط وتقوم بفتح تقوم بالضغط على نقوم بفتحها بعد أن تقوم بفتحها تقوم بتصغيرها من هنا وتقوم بتصغيرها هكذا وا سحبها هكذا. هكذا. تقوم بسحبها. بعدها تقوم باختيار الابعاد الخاصة بها من هنا. تقوم باختيار الابعاد الخاصة بها من هنا. يجب عليك اول إلغاء تحديد هذا الخيار تقوم بتحديد هنا. تقوم بكتابة الف مئاتين و سمانون وهنا تقوم بكتابة سبعة بعدها تقوم بالضغط على OK سوف يتغير شكلية هذه الصورة التي قمت بوضعها هنا حتى لو كانت بخلفية أخرى يمكنك التعديل عليها بشكل عادي تقوم بتحديدها كذا بعدها تقوم بالتعديد عليها حتى تصبح بوضعيتها الطبيعية وتقوم بوضعها في هنا أو هنا أو في أي مكان آخر على حسب احتياجك أنت على سبيل المثال سوف نقوم بوضعها هكذا هنا أو سوف نقوم بوضعها هنا هنا بعدها تقوم بالضغط في أي مكان بعدها تقوم بالتوجه إلى هذا الخيار أو هذا الخيار هنا تقوم بالضغط على الخيار الذي تريد الذي تريد أن يكون هذا سوف نستعمله هنا سوف نستعمله هكذا سوف نستعمله هكذا يعني كما قلت لكم لوضع الجوانب يعني لوضع الجوانب نقوم باختيار أي لون تريده على سبيل المثال نقوم باختيار بعدها نقوم باختيار الدلو ونقوم بالضغط هنا أو نقوم بالتراجع خطوة نقوم باختيار لون آخر حتى يظهر بشكل أفضل وبعدها نقوم بالتوجه إلى كتابة النص قبل كتابة النص يمكنك ترك هذا الخيار الأبيض هنا أو يمكنك وضعه بلون آخر يمكنك تغيير اللون هكذا تقوم دائما بالتحديد الدلو تقوم بتحديد هكذا وتقوم بوضع لون آخر هكذا بعدها تقوم بالنأتي إلى الكتاب تقوم بالضغط على هذا اللون الكتابة يجب عليك تغيير هذا اللون الذي هنا في رقم واحد لأنه إذا قمت بترك هذا اللون هنا سوف لن تظهر لك الكتابة لهذا سوف نقوم بكتابة باللون الأحمر هكذا نقوم بالضغط هنا نقوم بالضغط هنا يجب عليك الضغط هنا هكذا بعدها تقوم بتغيير اللغة تقوم بتغيير اللغة على حسب اللغة التي تريد قم باختيار الخب يعني دائما فوق المئة أو فوق يعني يكون حتى تكون بشكل عرض بعدها تقوم بكتابة الكتابة الذي تريد كتابتها سوف نقوم بكتابة كيف مثلا كيف المعزرة قمت هنا يجب علينا كتابة 150 هكذا بعدها تقوم بالضغط هنا مثلا قمنا بتغيير اللغة العربية كيف تصنع على سبيل المشكل كيف تصنع هكذا كيف تصنع سوف نضيف لها صورة كيف تصنع اسباس صورة صورة نقوم بسحب هكذا يجب عليك ألا تضغط في أي مكان حتى تنهي من يعني حتى تنهي من كتابة الجملة التي تريدها في ذلك السطر حتى تنهي من الكتابة في ذلك السطر بعدها تقوم بالضغط في أي مكان لأنك إذا تركتها لأنك إذا تركتها أو ضغط في أي مكان لن تستطيع التعديل عليه هكذا كما حدث معنا الآن لن نستطيع التعديل عليه لو نضغط هنا سوف تظهر لنا كتابة أخرى سوف تظهر لنا كتابة أخرى بعدها كيف تصنع صورة نقوم بالضغط هنا هكذا نقوم بالضغط هنا نقوم بكتابة مصغرة هكذا مصغرة مصغرة نقوم بوضعها في المكان الذي نريد وضعها فيه هكذا نقوم بتحديدها وتغيير لها اللون هكذا من هنا قوم بتغيير اللون هكذا من هنا أي لون يناسبك يعني قوم باختيار أي لون يناسبك كيف تصنع صورة مصغرة هكذا هكذا انظر بعدها تقوم بالضغط هنا انظر سوف نقوم بجلب أحد الأسماء هكذا لأننا قمنا باستعمال هذا البرنامج هكذا نقوم بنسخي هكذا ونقوم بالعودة إلى برنامج بانت هكذا نقوم بالضغط هنا لأننا قمنا باختيار قمنا بالضغط على النص نقوم باختيار الكتاب من هنا حجم الخط قم بكتابته بغرون بعدها قم باختيار لون آخر قم باختيار لون آخر بعدها قم باللسق النص هكذا نقوم بالضغط على نقوم بكتابة ب يعني لا نستطيع كتابة لغة العربية والفرنسية مع بعض حتى تقوم بترك الخيار هذا كما رأيتم الآن تم كما قلت لكم عندما تخطئ مباشرة قم بالضغط هنا وقم بالضغط من جديد وقم بالكتابة من جديد يجب عليك ألا تضغط في أي مكان حتى تنهي من وضعها في مكانها المخصص هكذا هكذا يعني هذا هو مكانها تقوم الآن بوضعها في مكانها المخصص كما قلت لك قم باختيار اللون الذي يناسبك أنت قم باختيار اللون الذي يناسبك على سبيل المثال تريد اختيار لون آخر ليس موجود هنا هكذا قم باختيار هكذا وقم بالضغط على اوكي هكذا سوف نقوم بترك اللون الأسود بعدها تقوم بالضغط هكذا نقوم بكتابة أحد الحرف باللغة العربية هكذا نقوم بالسحب هكذا ونقوم بكتابة ب نقوم بكتابة ضح بماذا حدث نقوم بكتغيير اللغة هكذا نقوم بكتابة ب نقوم بوضعا في مكانها هكذا هكذا هو يعني حتى تأخذ شكليتها أو في مكانها حتى تظهر في مكانها نقوم بكتابة بأي لون بأي لون بالأزرق وعندما تنتهي من صناعة الصورة فقط تقوم بالضغط على حفز أو تقوم بالضغط هنا وتقوم بالزهب إلى حفز B وتقوم باختيار PNG GPG المعزيرة وتقوم بكتابة الإسم الذي تريد كتابتها له بعدها تقوم بالضغط على حفز هكذا تقوم بالضغط OK وهكذا تقوم بصناعة صورة مصغرة احترافية باستعمال برنامج PNT أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من موضوعنا لنهار اليوم نلتقي في موضوع آخر مع دري حمالي شروحات أو دري تيكنو السلام